الخلافة الراشدة ما يعتبر المشروع الإسلامي هو مشروع تخلف وتقهقر لا مشروع تحضر وتقدم وهل كان ظهور الإسلام محاولة لتأسيس حضارة إسلامية أم مجرد سلطة يقودها حكام دولة قريش عن طريق الاستبداد وطلب طاعة العباد المطلقة أم أنها على العكس كانت عبارة عن مشروع لتأسيس حضارة جديدة ودين جديد يعم السلام بسببه المنطقة وهل أن بذرة الحضارة في القرون العباسية الأولى تم سحقها بعد أن تشكلت واكتملت علوم الدين في القرن الهجري الرابع ولو كانت هناك حضارة فما الذي خلفته لنا دولة مثل الدولة العباسية أو الدولة العثمانية ولماذا سقطت كيف جرت عملية صناع الدين يدعى الإسلام ومن أشرف عليها ولماذا هيمن على حياتنا رغم الكوارث التي تسبب بها ولماذا فضل الإمام الأشعري والإمام الغزالي إشاعة قيم الجهل والنقل بين الناس بدلا من قيم الفهم والعقل وهل صحيح القول باستحالة وجود حضارة سامية في مناطق تنتشر فيها أديان توحيدية وأن الحضارات أو الحضارة بشكل عام صناعة آرية المصدر حصرا ثم كيف أورثتنا ثورة اليهود على حضارات زمنهم تعصبهم وكانت أكبر سبب لتخلفنا المتواصل حتى الآن والأهم من كل هذا ما جدوى طرح أسئلك هذه حاليا أهلا وسهلا بكم أصدقائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من أوهام الدين قبل أن أجيب على الأسئلة سأشير إلى ثلاثة أمور سوف أتجاوزها لوقت آخر لكنها مهمة على المستوى المعرفي والمنهجي والزمني الأول أن مفهوم الحضارة على وشك الاندثار فلا حاجة للتنافس عليه من قبل أنصار الدين أو أنصار الحوارة الأجدار الآن هو التنافس على مفاهيم جديدة جديدة كليا الحضارة والدين كلاهما أصبح من الماضي وأن كنا ما زلنا نحاول الانتصار لأحدهما على حساب الآخر أعتقد أن هذا السلوك يدل على جهلنا بما يجري في العالم الآن وابتعادنا الشديد عنه وحتى عن إمكانية التواصل معه والتفاعل بالتالي فكرة الحضارة والبداوة والارتباط بالأماكن لم تأت شرطا للتواصل والتلاقح والتأثير الإنساني المتبادل بل أن الإنسان نفسه لم يعد هو نفسه الإنسان بالمعنى القديم طفل الآن بأمر عشر سنوات لديه معرفة أكبر بألف مرة من أي حكيم قبل ألف عام وبإمكانه أن يثبت خطأ أقواله ومزاعمه بألف برهان انتثار المفهوم أيضا هو بسبب سرعة تغير المجتمعات ليس بسبب تلاقح هذه المجتمعات المتواصل بل لأن المتغير الثقافي والحضاري أصبح مرتبطا بقوة بسرعة تطور التقنيات الحديثة نعرف جميعا أن هناك تغير جذري فيها كل عشر سنوات تقريبا ومع هذا التغير يتغير تقريبا كل شيء نضرب مثالا نوكيا جهاز نوكيا مثلا لم يكن جهازا عاديا في وقته كان جهازا استطاع أن يصنع نظام شامل ومختلف من الألاقات في جميعها العالم لهذا لا يجب أن نسأل الآن أين نوكيا بل أين نضع النظام الألاقات التي خلفته أجهزة نوكيا قبل عقد ونصف تقريبا هذا الموضوع يجب أن يلفت نظرنا وأن نعرف كيف تتغير المجتمعات والوقاع والواقع والوقاع معها ومن تقع عليه هذه الوقاع بشكل مستمر وسريع جدا ولا سابق له في التاريخ مع هذا لا نجد له في النظم الحضارية المتجددة حاليا أي جواب هناك مشكلة أمام جميع المجتمعات المتطورة في الإجابة علىها في ملاحقة هذه المتغيرات فعلنا أن نتصور كيف الحال بالنظم الدينية العتيقة التي ما زالت تطالبنا بالعودة إلى الزمن قبل ألف عام الأمر الثاني الذي يجب أن نشير عليه أن الدين في جميع أحواله لا يقدم مساهمة معرفية ونوئية للجنس البشري على العكس أنه يستغل الإنسان ويدمر شخصيته من أجل تلبية رغباته وشهوته الأرضية وليس السماوية للسلطة وممارسة الاستبداد والتعنت والتعصب وتبرير كل ما هو قبيع وسيء أخلاقيا لمجرد أنه يمارس هذه الهواية الدنيوية بين قوسين هذه الشهوة ويا للمفارقة هي نفسها كما نعرف بالأدبيات الدينية التي يدعي بها رجال الدين وأهل الدين التعالي عليها بل لا يكتفون بهذا بل أنهم يدعون الجميع للتخلي عنها هذا دليل لأن الدين ابتكار إنساني مزيف وقائم على فكرة الاحتيال والمخادعة والمناورة والتقفيص أن تضع الناس في قفص وهذه العبارة نستخدمها في العراق التقفيص عندما تدخل إلى سوق هناك بعض المحتالين الذين يقفصون عليك ويحتالون ويستغلون سذاجتك أو يمارسون مهارات هائلة ضدك بحيث تخضع لها هؤلاء هذا التصور أو هذا المعنى للدين هو شعبه للناس وهو خديع للناس وتقفيص بالمعنى الذي أقصده لا يكتفي الدين بهذا بل أنه يقمع كل من يكشف هذا الأمر وأنا من هؤلاء الناس لا عن الدين الشاعر طبعا أكرر أنا لا أني الدين بعمومة ولا الفكرة الجميلة اللي بداخلنا عن الدين الدين أمر أساسي في حياة كل الناس وهو ينظم علاقات الناس فيما بينهم وأمر لا يمكن أن يحل أي بديل عنه الدين الشاعر هذا الذي ورثناه والذي ما زاله قويا وناشطا هذا يقمع كل من يكشف هذا الأمر وأنا من هؤلاء الناس وهناك من يتصدون في التعليقات كما أعرف ضد هذا الدعوة للكشف ومعرفة الحقائق لماذا؟ لأنهم وناس يعتبرون نفسهم من حراس هذا الدين ويحاولون كسب رضا أهل السلطة والنفوذ لكي يقولون نحن على العهد وما زلنا مطيعين وناس زيدين ولا توجد شكوك علينا باتجاه أي واحد من أدنى ونحن نستحق المكافأة على هذا الأمر أو على الأقل لا نستحق العقاب هذا الكذب الصحيح الصريح هذا أصبح هو قائد الأساسية للمعرفة والفكر لدى بين الناس وأصبحت كلاب هذا الدين الحارسة هي التي تخيفهم وتحت شعار الخوف من رب العالمين وعقوباته هذا كل يثبت بأن الدين لم يبتكره الإنسان بسبب الخوف من العالم والموت ومن الآخرة ومن يوم الحساب كما هاي فكرة فكرة أكثر شيئة فكرة فرويد سيكمال فرويد قال أنه مصدر الدين هو الخوف لكن عموما أنا أعتقد الأمر على العكس من هذا أن الدين هو نفسه بحد ذاته شيء مخيف وليس الخوف من الآخرة ومن الموت ومن أي شيء آخر لأن الدين يفرض سلطة على الناس وهو ابتكار مخيف بحد ذاته والناس لا تخاف من الله بقدر ما تخاف من الدين ورجال الدين وأكثر من أي شيء آخر وعلينا أن نفكر بهذه المسألة وأن نقلب حساباتنا ونفهم بأن الناس لا تعبد الله ولا تعبد الدين إنما تعبد رجال الدين وتخاف منهم ولا تخاف على حياتها منهم تخاف على علاقاتها الاجتماعية من أدهم تخاف على كل ما هو عزيز عليهم أو مهم في حياتهم من رجال الدين وليس من الدين نفسه ولا من رب هذا الدين الأمر الثالث لم تعد هناك إمكانية لظهور دين شمولي ولا حتى حضارة شمولية حضارة تؤثر على المناطق المحيطة بها هذا الزمان انتهى الإنسان أصبح كائن كوزموبوليتي فلا يمكن أن تجبر الإنسان الآن على الانضمام لمشروع حضارة محددة سلفا أو مشروع دين محدد سلفا ويقودها أئمة وقادة عظام كما تجرت العادة هذا الأمر لم يعد ممكن ثم أيضا حتى نرجع الموضوع الأساسي لحلقة أن الدين هو عدو الحضارة وأن الحضارة أيضا هي عدوة الدين إن تجرع عليها أو حاول أن يبتلحها ويحصد ثمارها ويجيرها لصالحة وعليه فأنا أرى بأن من يحتاج على فكرتي بأن الدين هو عدو الحضارة أنا أراه بأنه إنسان خارج التاريخ إنسان مغيب ولا يدرك ما يجري في الواقع ما أحترامي الحضارات نعرف جميعا أنها قامت على اكتشافات علمية وزرائية وإبداعية بشكل عام الآن لم يعود الإبداع أمر قابل للإحتكار لزمن طويل وهذا الإحتكار كان دائما يسمح بتأسيس حضارة بعد تستمر لبضعة قرون كما حصل الأمر على سبيل المثال مع اختراع الكتابة عند السومريين أو النقود أدمي الحضارة الميدية والحضارات في بلاد الشام أو الورق أو البارود كما حدث قد الصينيين الورق أيضا كان مسألة أساسية الورق أيضا ورق البرد قد المصريين هذه كلها كانت أشياء تأسست عليها حضارات ومن خلالها تواصلت هذه الحضارات واشتقت الناس بدأ نمط تجاري خاص بهذه الحضارات نمط تجاري نمط جديد من الألاقات هو اللي أفرس بعد ذلك بنية فوقية معرفية وفكرية وسياسية وثقافية وطقصية هاي كلها الأشياء تولدت نتيجة لتغير نمط الألاقات بين الناس وبعد ذلك إن أكست المسألة وظهرت الأديان الأديان حاولت هي تحرك البنية السفلية والعملية التفاعلية كما قلت أن المستقبل لا يبشر بخير لرجال الدين وأعتقد أن مكانهم في هذا المستقبل سيكون مكان المهرج أو مكان يعني ربما سيوضعون في المتاحف أو شيء من هذا القبيل إن رجال الدين أقصد الدين الشعاء والموروط فلكم أن تتخيلوا إن سال القرن 22 كيف يمكن الآن أن يقرأ تعليق لأحد المحامين عن الدين وهو يقول لي مثلا أنك تطعن في الدين أكيد رح يسخر ولكم أن تتوقعوا ردة فعل ردة الفعل على هذا الأمر القضية الرابعة اللي أردشيرها أن الدين بمعنى الإسلامي المسيحي هو نظام وصفة كنظام يفقدها إذا أصبح جزء من الحضارة أوضح الأمر لو رجعنا إلى الفترة العباسية نجد أن المنطقة شهدت لأول مرة نظام حضاري يعني نظام حضاري بالصورة اللي يصفها الدكتور خزع المالجي في الدمخطط للحضارة و ب 14 عنصر 15 عنصر اللي يربط بين المادي والروحي موضوعات الأخلاق رح أراويكم المخطط حتى أوضح لكم فكرتي بشكل أدق كما ترون الدكتور فصل بين يعني جمع بين المادي والروحي بموضوعات أخلاق اعتبرها هي المادة التي تعطي نكهة لكل عناصر الحضارة أنا هذا لدي ملاحظات كثيرة على تقسيم دكتور خزع لكن هي عموما الفكرة ممتازة وأسس عليها ونشر كتب ممتازة أنصح بقراءتها لأنها مقدمة بطريقة واضحة وسلسة لا يحتاج الإنسان أن يبدو الجهد كبير لمعرفة التفاصيل لأنه مقسمها ومصنفها بطريقة غير مسبوقة على الإطلاق هنا عندما نجد على الفترة العباسية ماذا نجد نجد في الفترة العباسية هناك مساحة واسعة وهناك سيطرة وحكومة متمكنة وكادر ما لاته كادر قائم على مبدأ الديوان الساساني واللي ورثته الدولة العباسية أيضا عسكريين هناك نظام عسكري لعلاقة بدواوين الدولة الساسانية أيضا هناك نظام اقتصادي هذه مسألة مهمة جدا كانت موجودة بمجتمعات في ذلك الزمن كان العامل الاقتصادي عامل أساسي في حياة الناس وكان هناك الدينار العباسي والدرهم العباسي هو لي كان يربط الشرق بالغرب ووجدوا أيضا دينار الآن أكو دينار عباسي وأمه وأيضا بفترة الملك يعني في سنة أعتقد 770 780 موجود دينار مشهور إلى اسمه ما أذكر اسمه بالضبط اسمه عالميا مشهور حاليا سعره يباع الآن مليونين دولار يعني كان هناك نشاط اجتماعي كبير حركة المتصوف والشعراء والأدباء كبار شعراء للغة العربية ظهروا في ذلك الزمن الأدباء الكبار يعني مثلا من بشار ابن بورد إلى أبو نؤاس يعني هو سلطان الشعراء العباسيين في العهد العباسي الأول أيضا كانت هناك طاقات مادية وعلمية كبيرة الخوارزمي ما يحتاج الآن الالغورثم كل أجهزة تأتمد على فكرة الأساسية هو صاحب كتاب الجبر وأيضا هو صاحب اللي يسوى أول هو دضام الأعداد العربية اللي تسمى الأعداد العربية هو الخوارزمي جابر بن حيان ابن الهيثم هاي الفترة كلها ظهرت بها عناصر الحضارة المادية أما العناصر الثقافية حسب تقسيم دكتور خزعل فموجودة تاريخية وقانونية القالون بدل فقه بقى الشريعة كان تطبيق وأيضا حتى الشريعة بالمناسبة قامت على جزء كبير من أتها على هيكل القانون الروماني هاي مسألة دائما يحاولون الفقهاء المسلمين يتغاضون عنها لكن لا يمكن التغاضي عن هذا الموضوع وأيضا هم لم يتم دو على القانون أو الشريعة اليهودية اللي هي أصلا مأخوذة من شريعة حمورا بجزء كبير منها يعني متأثرة بها بشكل كبير الأمر أيضا العلاقة بالتربية بالثقافة الثقافة بذلك الزمن كانت بغداد هي حاضرة العالم كانت مكان اللي يريد يشوف حتى أبو العلاء المعري كان مقيم في المعرة في الشام وغادر إلى بغداد لأنه كانت مركز الحضارة ومركز المفكرين والمثقفين وهي كما قلت مركز العالم بأكمله ذاك الزمان كما حال الآن باريس ولندن وهذه الدول هذه المدن الكوزموبولوتية أيضا هنا جانب الديني كان جانب ثري جدا ظهرت المذاهب كلها بلاك الزمن ظهرت المتصوفة المتصوفة بغداد بدأت بأسماء كبيرة جدا بالرابعة العجوية بدأت ببشر الحافي بدأت بمعروف الكرخي تواصلت مع الجنيد البغدادي وأيضا السر قسطي وبعد ذلك تواصلت مع الشبلي ووصلت إلى الحلاج وبعد ذلك وصلت إلى الجنيد ومقبرتهم موجودة نزلت مقبر أو قبر الشبلي وبشر الحافي وسويت حلقات تلفزيونية قبل مستعد سنة تقريبا حولها لمحطات إذاء فضائية أيضا مجال المسائل الفنية ظهرات الفنون وهذا كل عملية هي تشكل الحضاري هذه كلها إذا رجعنا الآن إذا رجعنا الآن لاحظ أين ما الذي تبقى من كل هذه العناصر لم يتبقى شيء قانوني ولم يتبقى شيء تربوي ولا ثقافي ولا نفسي ولا ديني ولا فني ولا جغرافي ولا سياسي ولا عسكري ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا علمي كلها عندما بدأ الدين يشتدعوده وذكرتها بحلقة الدين لا يصنع حضاره ممكن تراجعوها رح أخلي المكان ما هنا رح أخلي الرابط كما قلت هذا النظام الحضاري اختفى بعد ثلاثة قرون من ظهوره أو بدأ يعني بنهاية القرن الخامس الهجري بدأ ينحل بعد ظهور بسبب تغول الجزء الديني في هذا النظام الدين كان لم يكتمل ظهوره كما نعرف جميعنا الإسلام ظهر في الفترة الأموية وبدأ بدأت الصراعات الدينية تشتد وظهرت الفقهاء الأربعة وظهر الأشعري والشافعي وهؤلاء أسسوا أركان الدين وظهرت الحاديث النبوية وكتب الصحاح والسنن وما إلى ذلك والمساند فهذه كلها شكلت كم هائل من الحركة حركة دينية ضخمة جدا وأنتجت آلاف من رجال الدين كلها نعرف أسمائهم حاليا هؤلاء كانوا هم كبير هؤلاء بعد ذلك تغولوا على كل شيء آخر وتضاعف حجمهم إلى الحد اللي التهموا بكل شيء آخر معنى المعاني إن الحضارة أصبحت داخل الدين ابتلعت كل هذه عناصر الحضارة اللي راوتكم إياها من عناصر دكتور خزعل اللي قدمها هذه كلها ابتلعها الدين ولم يعود لها أي مكان الآن عندما نذهب إلى أي مكان داخل بلداننا لن نجد مظاهر فنية لن نجد مظاهر ثقافية لن نجد مظاهر إلا بالكاد ومراكز المدن وموجودة ربما ليس بهدف يعني ممارسة فإلا إنما الدمائة الزوار وأجانب وسواح يشاهدونها خاصة في العراق هناك بس هناك الناس يرغبون بالتعزيز قيم الحضارة لكن وجودهم قليل وضعيف الدين بعد ذلك المنفارقة وين صارت أنه كانت الحضارة هي تحت رحمة أو كان يشرف عليها الحكام الدول العباسية والأموية لكن بعد النكبة أو معنة ابن حنبل وأيضا طلب أبو جعفر المنصور من أبو حنيفة أن يستلم القضاء ورفض أبو حنيفة بدت تشكل قوتين كبيرتين قوة الحكام وقوة رجال الدين بدأت تتشكل آيديولوجيا الدينية وهذا الآيديولوجيا الدينية كانت تحت رحمة الخلفاء العباسيين لكن مع استمرار بعد محنة بن حنبل وقبل أبو حنيفة محنة بن حنبل كما أتذكر سنة 218 هجرية 218 أو 28 هجرية بعدها بدت تشكل الحنبلية المذهب الحنبلي ولي جي بعد ذلك نشوف القرر الرابع أو الخامس الهجري نشوف المعارك بشوارع بغداد بين الحنابلة وبين الشافعية ولحد فترة قريبة كان حتى تحليل دم الشافعي بين الحنبلي والشافعي لم يكن الصراع فقط بين السنة والشيعة كانت بين المذاهب السنية نفسها وهذا الصراع هذا كل الصراع بين هؤلاء الصراع يعني عنيف جدا ودموي هذا منع وجود أي معلم المعالم حضارة لأن هؤلاء سنابك خيولهم سحقت كل شيء أي شخص يفكر مثقف ماذا يعني أنت مثقف فيلسوف يفكر الرازي من أنت يعني الرازي أو الفارابي من أنت وسط هذه المعمعة اللي كل واحد من أتهم عنده جيوش من التابعين ولو تقرؤون كيف رجموا الطبري اللي هو لو لا لما عرفنا شيئا عن الإسلام ولا تاريخ الإسلام ولا تفسير القرآن لا زال هذا الرجل بعد ذلك ضربوه بالحجارة مجرد قال شيء بسيط قال أنه ابن حنبل هو محدث وليس بصاحب مذهب قال هذا الشيخ هو فعلا واربعين سنة بس محدث ويفتر بالبلدان وصار حافظ لألف ألف حديث فهذه الفكرة شوفوا أين تضع المفكر أين نجد الحضارة بعد ذلك لا مكان للحضارة وسط هؤلاء الأوباش أو العفو لا أقول الأوباش وسط هؤلاء الكهنوت الكهنة الكهنة الذين يعرفون ويجدون طرق استعباد الآخرين وجعلهم أتباع ويطيعونهم بكل طريقة هؤلاء أصبحوا بالنهاية هم أدات بيد الحكام وأيضا أصبح الحكام أدات بيدهم فتوزعوا ضرعيها كما يقول الإمام علي أنه عندما يتحدث عن أبو بكر وعمر قال أنه بعد أن أنه الأول بعد أن تشطر ضرعيها يعني تشطر ضرعيه الناخة قال أنه أبو بكر بعد انتهى يلقاها إلى الضرع الثاني ليرضع به عمر وهؤلاء أيضا التاريخ بيكبل الآن تشطر ضرعيه ضرعي ناقته رجال دي من جهة والحكام والساسة والقادة من جهة أخرى والعملية تدور فيما بينهما ونحن مجرد ضحايا لهؤلاء ومعنا كل بدرة من بدرات الحضارة وأركان الحضارة التي قدمها الدكتور خزعل اللي هو سواها 15 أنا أعتقد أدي وشة نظر أخرى لكن هذا ليس موضوع الموضوع هي الفكرة الأساسية والآن مع ملخص سريع للحلقة السابقة عن الدين والحضارة اللي قدمت بها جزئين لهذا الموضوع قلت في الحلقتين السابقتين اللي طلعوا في شريط واحد قلت أن كل الدين شيئنا أبينا هو عدو للحضارة وعدو لكل تنوى وتغير وأن هذا الحكم كما يبدو متعسف لكنه لا يصب ليست فيه معادات للدين ولا للحضارة إنما محاولة الوصف الحقيقة كما هي ولو عرف المتدينون أو كل طرف معنى قولي لما انتقدوني ولا أقروا بهذه الحقيقة لأن الدين شيء مختلف الحضارة لا أكثر ولا أقل وسأوضح لماذا يدعي المدعون أنه ينطوي على كل شيء هو جزء من أجزاء الحياة لكنه هو جزء الذي ينظم علاقات الناس فيما بينهم ولم يعد هذا الجزء أو هذا هذا الإطار التنظيمي كما قلت أنه الدين هو نظام نظام لإدارة علاقات بين الناس والتحكم بهذه العلاقات وأشكالها وقوانينها ومعا يعني بشكل عام هو يشكل هذا الشيء وهذا النظام لم يعد مفيدا لأنه المجتمعات اختلف واقعها الآن بشكل كبير جدا لم تعد المجتمعات جماعات متفرقة الآن نحن مرغمون على أن نعيش مع بعض بطريقة أو باخرى وأن نتقبل اختلافاتنا وأن يصبح اختلافنا مع الآخرين عامل إيجابي وليس عامل سلبي وليس عامل مخيف ويجعل نتوجس خشية منه البعض يقول لا الدين حضارة بعض التعليقات في الحلقة السابقة قالوا لا الدين حضارة فأقول لهم وذكروا أمثلة فأقول لهم هذا الدين ما لا علاقة بأن تستشهد بنصوص تدعو نصوص دينية تدعو لسلوك ديني مثل الصدق والكذب والحدود وهذه أو أقامة الحدود ونصف بأن هذه الأمور هي حضارية هذه السلوكيات موجودة أدت جميع حتى أخزام أفريقيا موجودة أدتهم هذه العادات والتقاليد والأخلاق فهذه لا تشكل حضارة بالضرورة إنما موجودة أدت كل الناس والأمور أكبر من هذا بكثير لا يجب أن نتصرف بهذه البساطة وعليه فأن القول بأن بحضارة الدين أو دين الحضارة هو مثل القول بوجود مأجلزات دينية وأن هذا الدين كامل ومكمل ونازل مباشرة من المطلق وأن هذا الدين فيه العلم وفيه الأخلاق وفيه كل شيء هذا كلام مبالغة مجرد دعاية سياسية ومجرد توجيه معنوي صراحة تافه وهدف التعمية والتجهيل وفي النهاية هو غاية من غير نزيهة أخلاقيا ولا إنسانيا ولا تشرف أحدا لا حضاريا ولا حتى دينيا الدين كما يقول الأنبياء أو أتباع الأنبياء مصدره السماء والأمة الحضارة فمكانها ومنبحها وبقاءها على الأرض فلا يمكن أن يجتمع هذا بذاك قلنا أيضا في تلك الحلقة بأن الدين هو عدو الإنسان ولا يؤمن به وأن المركز الذي يدور عليه فلك الدين ونصوصه هو الإله أو المقدس أما المركز الذي تدور حوله الحضارة فهو الإنسان كما سأريكم في هذا المخطط كما نرى ضمن هذا المخطط على إذا شاهدنا الدائرة أو الفضاء على اليمين هذا هو بأكملة أسمي الفضاء الديني أنه الفكرة الأساسية أن هناك نظامان يكون نظام ديني ويكون هناك نظام وفضاء حضاري على اليمين نرى النظام أو الفضاء الديني يقوم على فكرة الإلهية أو المقدس بشكل عام يعني وتبر الإسم مو مهم حسب الشعب حسب الفضاء أو المنطقة الدينية أو الفضاء الديني من نفتر مثلا فترة الدولة البابلية أو فترة الآشورية أو فترة الزرادسية أو الهندية أو الهندوسية قبل آلاف السنين أو حتى ما زال هذا في وقتنا الحالي المنظومة الإسلامية نفترض الله فهذا باللون الأسود شوف أنه الله هو المركز أو الشمس التي تبث رياحها أو نورها الإلهي المقدس من مكان ما في الغيب أو خارج الزمان والمكان هذا المكان بث أرسل إلينا تشكل من خلال الدين وعبر الوحي أو أي تسمية بعض الأديان لا يسمي الأمر بالوحي الأمر تطور أكثر وبعدها ظهر رجال الدين والأنبياء والكهنة هؤلاء كلهم تولوا أمر الدين صار فضاء داخل الفضاء الأساسي انتقل وتعبر عن نفسه عبر نصوص مقدسة ظهر الفقه ظهر اللاهوت ظهرت الشريعة والطقوس والمعابد هذه كلها إسلاميا تحدثت عن نقلة أنه بعد نهاية العهد العباسي الأول يعني بحدود القرن الرابع الهجري وصلت الحضارة أو مشروع الحضارة العربية أو المشرقية سميها إلى حد الأخصى عندما اشتد غول الإسلام وازدادت قوته تمكن من قضاء هذه الحضارة والانفراد بالسلطة لوحده بعد هذه النصوص المقدسة بعد أن اكتملت زمنيا ظهر من أدهاء المؤمنين وتوزعت الفضاء أصبح العالم بأكمله والكون والوجود بأكمله والصورة المتخيلة داخل كل الناس الذين يعيشون تحت سطوة هذا الفضاء الديني يفكرون بطريقة وجود مؤمنين وكافرين كفر أصبح هناك مصلون وهناك هراطقة هناك ملحدين هناك الناس لا يؤمنون فبدأت تصنيف الأشياء والعالم بهذه الطريقة وهذه حاليا الآن هذه الفترة الصحوة العربية الإسلامية هذه الأربعين سنة المضت الآن ذهبوا إلى أي حوار بين اثنين تجدون الدين حاضر بينهما والقيم الدينية والأخلاق وبينما قبل أربعين سنة لم تكن هذه الأشياء موجودة كان الحديث كل عن التطور والحداثة وآخر المنجزات والأفكار وما على يعني المفكرين وهكذا الآن بسبب هذه الصحوة الدينية نعيش جميعا تحت هذا سطرة هذا الفضاء الديني وهذا أنتجنا كما ترون بالنهاية ثبات عملية يعني ثبات وسكون وموت بطيء لمجتمعاتنا وأيضا أنتجنا فقر وجهل وتخلف لماذا؟ لأنه أي ثبات هو الأدام لأي تطور وأي تقدم محاولة العودة للخلف والتخلف بالنهاية لماذا؟ لأنه الفضاء الديني لما نرجع عن شو الدوائر بأكملها الله الدين رجال دين نصوص مقدسة مؤمنين وكفرة مصلين أتباع مدارس دينية وما لذلك وينتج تبات لن تجدوا في كل هذه الدوائر شيء اسم الإنسان الإنسان كل موظف لأن يكون أداة تتحرك داخل هذا الفضاء لصالح كل هذه الدوائر الإنسان غير لا حضور له في هذا المكان وحتى عندما نجي عن مقصد الدين والمقصد الدين والإنسان والنفس وما على ذلك نجد أن مقصد الإنسان أو النفس هو في المرتبة متأخرة والذي مقصد الدين متقدم عليه وليقول لك أنه الدين هو الأساس لأن الإنسان يفقد حياة وقيمته بدون وجود الدين وعلى هذا الأساس الإنسان ليس مهما المهم أن يكون مؤمنا صالحا عابدا زاهدا مطيعا متعبدا ويعني يتقبل كل ما يقول ولي الأمر ولو جلد ظهره أو سرق ماله حسب التعبير الديني لأنه الأهمية لمقصد الدين وليس مقصد الإنسان على الجانب الأيسر نجد الحضار الفضاء الحضاري عندنا الآن اليمين هو الفضاء الديني اليسار هو الفضاء الحضاري طبعا بمناسبة هذه المخططات ممكن أي واحد يشوفها وممكن يطورها هي مجرد فكرة ممكن يلغي شيء أو يرفع شيء بس هي مجرد أساس للتفكير ولمعرفة ما نحن فيه وتقديمه بشكل نموذج أو قالب يوضح ما نحن فيه بالضبط الإنسان هو مركز الكون مركز الفضاء بأكمله اليسار باللون الماوي أو النيلي هذا إنسان هو ينتج الحضارة هاي الحضارة تنتج أيضا مهندسين قضاة حكام علماء مفكرين رجال دين أيضا على طريقة دكتور خزعل المخطط التي قدمت لكم هؤلاء جميعا ينتجون نصوص وأدوات ومؤدات وأجهزة علمية وأيضا ينتجون أفكار ومدارس فكرية وأدبية وأيضا ينتجون مدارس ونصوص مقدسة ينتجون بالنتيجة فكر وفن وتنوع وتقاليد ومعارف وأدوات وأجهزة ومخترعات وما إلى ذلك هؤلاء جميعا راح يطلعون من أتهم طبقات متعددة من المؤمنين وأيضا الكفرة وأيضا المصلين والملحدين يطلعون من أتهم مواطنين يطلعون منهم مفكرين فنانين عسكرين خبرات متنوعة مختلفة بالنتيجة النهاية هذا الفضاء راح يقدم لك يعني يطيك تطور ويقدم لك غنى ومعرفة وتقدم وهذا اللي حصل بالقرن الرابع الهجري ذا رجعنا له وحدة من قمة الحضارة بالتاريخ العربي الإسلامي هذا كانت هو القمة التي لم تتكرر حتى يومنا هذا ولسبب اللي قلت بأنه الدين على الطرف الأيمن قضى على الإنسان بهذا عندما نجي ندقيق بالموضوع نجد أن الدين ينتج بالنهاية تخلف وجهل والإنسان ينتج بالنهاية كهذا الفضاء ككل ينتج معرفة وغنى وتقدم وقادة حكماء ومواطنين بالنتيجة النهاية الفكرة التي تحدث عنها الآن أن الأديان عندما تظهر أو تسيطر داني شمولية هدفها ليس أن تكون جزء من حضارة بل أن هي تكون هي النظام المهيمن على كل شيء ومن ضمن الأشياء التي تهيمن على هذا العالم وتهيمن على الإنسان داخل هذا العالم وتتحكم به والهدف هو الثبات وليس التغير ورفض أي متغير وأتبار الدين هو المرجع هو المنطقة التي يجب على الجميع أن ينجذبوا إليها وليس العكس كما تفعل الحضارة أنه الإنسان هو مصدر المعرفة هو الطاقة المحركة للحياة هو الذي يرى ويشعر وينطلق من مبادئ الحياة من ما يراه ومن خلال هذه الأشياء التي يكتشفها ويعرفها يصنع شيء جديد مختلف عما سبق أي أنه ينظر إلى الأمام ولا أن ينظر إلى الذاكرة وحيثما مضى زمنه وأوانه ووقته وظرفه وحاجته أي في أمق الماضي العودة إلى الأسلاف وما فعلوه وهذا بالضبط كما ترون بين الفرق بين المخططين واللي أدعو إلى تطويره أو الأتماد عليه بطريقة أو أخرى لأنه مجرد فكرة أولية ممكن تطويرها وممكن أيضا تسوي تداخلات فيما بينها اعتراضات تخضع للنقاش طبعا هذا يوضح أنه كل هذا أن الأديان ظهرت للقضاء على الإنسان أعني الإنسان كمفهوم هذا الإنسان مرفوض ولا وجود له داخل الأديان عموما لأن الأديان ظهرت فترة زمنية خاصة بالبشر فترة زمنية قديمة وبداية وكان ضروري أنه تكون هناك وحدة الجماعة وجماعة تؤسس شيء يصلح للتواصل والاستمرار الإنسان المنفرد هذا شيء مفهوم حديث ابتكر الغرب وظهرت الحاجة إلى ولم يظهر إلا الذي يظهر الحاجة إلى لأنه كان مفروض كانت هناك قطاع مختلفة بالدول الغربية خاصة في ألمانيا ويلترة وهولندا في هذه الدول كانت هناك قطاع أو قطاعين كل واحد منهم حاول كان يستثمر وسوى رئيس ماله وتشكلت البرجوازية وهذه البرجوازية كانت تحتاج إلى يد عامله ويد تبتكر وتبتكر أشياء ويكون بها الإنسان مبدأ يعتمد على قدرات الذاتية وليس قدرات الدينية أو التعليم الديني لكي ينافس بها القطاع أو القطاعيات الأخرى هذا الأمر كان أساسي وجوهر جدا في تطور الغرب وتجمع رأس المال في ذلك الزمن الموضوع طويل ما يدخل بها تبغى موضوع الدين والحضارة فقط عملية ترويض الإنسان كانت هي العملية الأساسية التي كان يضح الدين نصب عين أو نصب تعاليم وهذا تدجير الإنسان معنا معنا عندما نرجع لللعبة اللغوية هذا عندي موضوع كتبت عن كيف اعتقل الإنسان الدين اعتقل الإنسان وجعله مؤتنقا العنق يعني كلمة الاعتناق هي من كلمة تأتي من وضع الرباط أو وضع الطوق على عنق الثور أو الكلب أو الحصان هذا العملية سميت بالاعتناق أنه عندما تعتنق الدين وتؤمن به هذا معناها أن توضعت الطوق الدين على رقبتك وعنقك وأصبحت منقادا لتعاليم هذا الدين لاحظوا يعني الكلمات قدما نبحث في جذورها سنكتشف حقيقة الأمر وهي أن الدين له وظيفة هي أن يعتقل الإنسان كالحيوان حتى يجعله ماذا حتى يجعله يربط عقله بعقله بحبل الدين ويتمسك به بنفسه فإن لم يصدر طبعا أن يتمسك يتم إجباره عليه وهو صاغر عن يد وهم صاغرون والذين يعترضون على هذا الأمر فإن عجزوا عن التمسك بحبل الدين واعتصموا بحبل الدين كما يقال كفروه وقتلوه هنا لا بد أن يشير كلمة العقل أيضا لها علاقة أن العقل في الدين ليس العقل لا تعقلون بالدين مثلا معروف وحتى بالتورا والإنجي نفس القضية معنى العقل في الدين ليس العقل الفلسفي الباحث المفكر الذي يحلل ويفكك ويستنتج ويهتمنطق لا العقل في الدين هو التفريق بين العاقل والجاهل وهو بالضبط عندما نقول عن هذا الشخص هذا الشخص عاقل أي نقصد أنه ليس بمجنون معنى أنه كامل الحواس يعني عنده قدرة على الرؤية السليمة عنده قدرة على السماء بشكل سليم عنده قدرة على أن يستخدم حواسه بطريقة سليمة لكن ليس معناها أنه عقله يشتغل بطريقة يعني فلسفية لا هو مجرد أنه عندما تقول الأشياء اذهب يذهب تعال تعال تسمع تسمع كرر علي يا قوالي تكرر وأنت بالتالي إنسان صاخ سليم وإنسان عاقل عندما نشوف الطفل حتى حياتنا اليومية عندما نتحدث عن الطفل يقول هذا الطفل عاقل مش مخبل هذا المقصود وهو نفس المعنى الديني لكلمات عقل معنى ما أنا أكو مقولة مشهورة أنه العقل ترك على باب زي تترك العمار عند الحويني عند مقولة مشهورة خلي نشوفها ضحكنا شوي العقيدة أن أنت عقدتك بتقولك أن دماغك دي عبد لما سألوني النهار عن فلان من الناس قلت له مشكلة فلان دماغه مش كده مش عغل دماغه في الدين تشغل دماغك في الحدود إحنا قلناها المثال ده أن واحد رايح يسوره العمدة فرايح بالحمار فيركب الحمر لحد يجي دوار العمدة ينزل ويربط الحمر برا ويدخل محترم حافي قلع الجزمة لكن لو دخل بالحمار على العمدة هيرمي برا هو حمر فالناغك ده هي الحمر اللي وصل لك لرب وسألك ما توصل عند ربنا تعمل تربط الحمر برا وتدخل حافي يعني كما رأيتم يعني الكلام واضح الرجل كان جاد جدا في حديثه وفعلا هذا هو الدين ليش نختلف وأن ندجل على نفسنا ونكذب على أنفسنا هذا هو الدين تقبله أو لا تقبله أمر مختلف علينا أن كما أقول وأدعو دائما علينا أن نفهم ما يجري حتى بعد ذلك نفرز ما نحتاجه عما لا نحتاجه كما ترون هنا كيف هو أدى الإسلام العقل وهذا كلام دقيق وأنا يعني لابد أن أعترف بأن الدين الإسلامي طبق كل شروط الدين والدين لا يحتاج عقل ماذا يفعل بالعقل العقل لا يمكن أن تصنع الدين من خلال العقل هذا كلام وهمي وكاذب ومجرد دعاية توجيهية دينية بروباقاندا عادية ترويجية للدين لكن في الحقيقة الدين كما قال هذا الشيخ الحويني أعتقد اسمه قال أنه الدين العقل مجرد يوسطك الباب الجامع وكما شرحت لكم أنا قبل ممكن تطلعون على التفاصيل وأيضا الرسول الكريم قال هذا الشيء نحن لا ننتقد الآن ولا ندلس هذا هو الدين وكل متدهين يدرك جيدا هذا لكن هنا لك نوع من البروباقاندا الكل يحاول أن ينشرها وهذا أعتبر أمر معيب ويجب أن يخجل كل واحد يمارس على الآخرين وعيب أصلا عيب ويعني وصمة عار بحق كل واحد يكذب على نفسه وعلى الآخرين ويروج ويتحول إلى بوق للترويج لشيء لا علاقة له وبالواقع أنت دينك كذا اعترف بدينك ونتهي ورح أوضح لكم ما قال الشيخ الفهد بعد أن نطلع على ما قال الرسول حول هذا الموضوع رح أخذ فقرات من هذا الكلام وممكن توقفون الفيديو وتشوفون التفاصيل هنا الرسول محمد قال أنه شعر بالأتباع يساورهم الشيك أحيانا فقال لهم أن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها عن ما لم تعمل أو تتكلم هاي فتوى بن باس يعني معنى الذي يحدث الآخرين بشكوكه لا يغفر الله له وأيضا تملقا للسلطان جاء فقهاء الإسلام فبعد ذلك وجدوا كنز كبير جدا يساعدهم أيضا في تشكيل هذا الفيلق الديني مقابل الفيلق السلطة أو رجال السلطة والحكم وجعل اللأبة بين جميع تدور على مدى التاريخ بين رجل الدين ورجل السلطة أما بقية الناس فهم أما أتباع لمولانا السلطان أو أتباع لمولانا الزعيم الكهان يعني السجع لطيف هذا أعتقد المهم يعني الفكرة هكذا بعدما أتى الفقهاء الإسلام وجدوا هذا الكنز الكبير بهذا الأحاديث وأيضا اختلقوا كثير من هذه الأحاديث بل زادوا عليها حتى الهدف قتل ملكة التفكير أدى المسلم كي لا يتمرد عليهم بالتالي قتلت أي فرصة لظهور الحضارة وهذا يوضح أن الخلاف أو الحضارة هي نقيضة الجهل أو التخلف وهذا الجهل والتخلف هو الأمر المتوافق فقط مع الدين الشمولي الموروث الذي ورثناه وهو يعمل بكل قوت الآن على تجهيل الناس وتدمير كل فرصة للتطور والتقدم وأيضا بالمناسبة تدمير أي فرصة لظهور طبقات صناعية وتجارية ضخمة تعمل من أجل يعني تنمي نمط علاقات مختلف بين الجماهير ما زالت دولنا قاطبة لاحظوا هذا أمر لم يحصل صدفة دولنا قاطبة تقريبا دول ريئية تعتمد على السلطة وعلى الحكام في استحصال أرزاقهم ولا تسمح لأحد بأن يتحول إلى الخلق نظام رئيس مالي حقيقي أو أي نظام متحضر حقيقي معاصر لسبب هذا أنهم رشاهدوا ما حصل في دول أوروبا الغربية قدما تطورت الماط الإنتاج وتحولت المجتمعات إلى نمط آخر من الألاقات بحيث استغنوا عن رجل الدين وعن الذهاب إلى كنيس لم يعد لديهم موقع وكل وكل كان عند شغل الخاص ودأب الخاص وهذا انفصلت الآن الرجل الغربي أو العائلة الغربية لا تحتاج تتصر بأخوال وعمام وأولاد عم وحتى أخوته كل واحد منهم يوم تلقاه في اليابان بكرة تلقاه في كوريا بعدها تلقاه في كندا يعني عائلته حتى أحيانا الزوج والزوجة كل واحد أدى عمل وأدى أولادهم فالنظام الأسري القديم لا يعني أنه صار تفكك أسري لكن نمط الحياة اختلف والحضار اختلف كما تحدثت في البداية وأصبح الأمر جديد هذا الفطنة إلى رجال الدين ورجال السلطة وتبادلوا المصالح فيما بينهم وقرروا تجهيل الكامل لكل المجتمع ومحاولة وأي شخص من أمثالي أو أمثالنا وهم كثروا الحمد لله هذه الفترة السنوات الأخيرة باليوتيوب هؤلاء نحن الأمل الوحيد للخلص من التخلص من هيمنة هؤلاء واختطافهم لمجتمعاتنا وتدبيرهم لأي فرصة لتطورنا والفوز بإنسانيتنا بحقيقتنا الخاصة وأن نتحدث مع الآخرين نعبر عن مشاعرنا نمارس حياتنا بشكل طبيعي لا أحد يقول كما تفعل علق الأولاد نعيشون طريقة صحيحة بمستقبلهم ويكون مضمون أكثر لأن يتحولوا إلى أداة وبضاعة يستعملها رجل الدين والكاهن ورجل السلطة ويجيرها الصالحة وعندما يموت أو يقتل شهيدا يسجلون اسمه بقتل الشهيد وهم أولادهم وحسبهم ونسبهم وقصورهم وعملاكهم وسياراتهم لأقل سيارة تروح وشوفوا بالإراق أقل سيارة أتم قافل من السيارات أقل سيارة ستين ألف سبين ألف يورو أنا في أوروبا ما عندي لحد اللي أنا عايش بطريقة خليني ما رضحش عن نفسي هذا أبو الحسن الأشعري ماذا قال قال أن الكذب شر لماذا لأن الله حرمه ولكن لو حلله الله فسوف يصبح الكذب خيرا تخيلوا يعني هو أنا ما عندي مشكلة الكذب الشر أو مشكل موضوع مو مو موضوعي موضوع أنه صار كذب خير فالله حلله انتهى الموضوع بنسبه أيضا ماذا يقول يقول يجب على المسلم أن يوقن أن الله يجلس على العرش بدون السؤال عن كيف أما الإمام الشافعي فماذا يقول يقول حديث ضعيف أفضل من القياس يعني تخيلوا هاي كتاب أمدة السالك وأدة الناسك هذا ليش السبب لأنه يقوم على العقل والعقل يقود إلى ماذا يقود إلى الشك فإذا حديث ضعيف أفضل وهذا لو هي طبعا ماكو حديث غير ضعيفة هي كلها ضعيفة والقرآن نفسها منقول أيضا هذه المعلومة التي لا يعرفها كثيرون أما بطل العالم والشيخ الإسلام ابن تيمية فيقول فإذا تبين المعنى أثبت حقه ونفى باطله بخلاف كلام الله ورسوله فأنه حق يجب قبوله وأن لم يفهم معناه وكلامه غير المعصوم لا يجب قبوله حتى يفهم معناه طبعا فمن خالف الشيئا من هذه المذاهب وطعن فيها أو عابق إليها فهو مبتدأ خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وأسحاق وهكذا أي أنه بالنهاية من يستعمل عقله وشكك بأي شيء هو ظال ومفارق لجماعة ولا بد أن يستباح طبعا دبه كيف هم هما أما ابن الجوزية ابن قيم الجوزية أمه يسموها الجوزية فيقول إذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصحيح ورمى بهذه العقول تحت الأقدام كما قال شيء بالفيديو صاحبنا وحطت حيث حطها الله وأصحابها عبد الرحمن الوكيل ماذا يقول خرج الأسر ودعون إلى تمجيد العقل إلا ما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا طبعا هذا الدين كله مو صنم الآن العقل بالنسبة لهو الصنم خير هذا العقل المتجدد المتغير المتنوع الذي لا يستقر على حال أصبح صنم بينما الدين الذي جعلوه صنما هو الذي ليس بصنم تخيلوا العقل كيف يشتغل عقلهم هؤلاء على كل حال ماذا يقول أيضا يقولوا ما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد وإلا لما أرسل الله الرسل ومهما تعلم لاحظوا هذه الخطيرة جدا أنا دائما أقول أنه الناس لا تعبد الله ولا تعبد محمد ولا تعبد حتى الدين تعبد رجال الدين وجدوا لي شخص تعلم على شيخ وأطعنه بكلمة أو انتقده بكلمة هؤلاء نحن المسلمون لا يعبدون أحدا إلا رجال الدين وأتحدى من يناب إذني على هذه الحقيقة لا يوجد الله في الإسلام عمليا أنا أقصد ولا يوجد نبي هؤلاء فقط شعارات ولا يوجد قرآن ولا يوجد أي شيء الناس تعبد رجال الدين كل واحد أدى شيخه ويسير خلفه كما تسير النعجة خلفه راعيها هنا هذا فطح الزمانة يأتي بعد ذلك السيد راشد العنزي استاذ القانون يقول يجب إلغاء المادة 18 من قوانين حقوق الإنسان في الكتب المدرسية لماذا يا مولانا يقول لأنها تقول بحرية الاعتقاد وهذا يخالف شرعنا الإسلامي ويأبخط كلية القانون بالكويت لأن بها مثل هذا الأقول كما يقول صاحب المادة أنا مختصرة هذه المادة يعني هذا الرجل يقول وبالفعل هو هذا الدين يا أخوان يعني ليش نكذب على نفسه بالعكس أنا أعيد هذا الرجل قال كلاما صادقا وصريحا وجريئا ويجب أن نعزز ونحترم أناس يتحدثون عن دينهم بهذه الصراحة حتى الحويني هو موضوع طريف لكنه حقيقي ويجب أن نحترم هؤلاء ونقول أنتم تقولون الحق ولا تدجلون ولا تنافقون وتقولون هذا هو الدين علينا أن نفهم حتى بعد ذلك نقرر ما نشاء نعرف الدين ما هو بدون تدليس وبدون بروباقاندا وكل واحد يتفلق يعني يختار اللي أجبه المهم الوضوع والفهم هو أساس كل شيء كما أدعو دائما وليس حتى أكرر أنا لست بمعرض النقد صحيح أنا أميل إلى جانب مضاد للدين لكنني أحاول أن أكون موضوعي وأقدم الدين كما هو وألاقته بالحضارة وألاقته بالماضي ألاقته بالمستقبل ألاقته النبي أحاول أن أكون موضوعي قدر الإمكان وأحاول أن أقدم الأشياء بشكلها الحقيقي وليس المفتعل مع أحاول قدر مستطاع أن لا أبدو متحيز ضد الدين وأنا فعلا ضد الدين الشاء لكن أنا أحاول أن أكون محايد قدر المستطاع وصوبوني إذا تطرفت في بعض الأحيان دون أنا أشعر والآن رح أتحدث عن كتاب للشيخ الفهد اسمه يتحدث عن العلاقة بين الحضارة والعلم ما يسميه العلم الشرعي وقال بالفصل الأول منه مختصر الكتاب قال بالحضارة الإسلامية والعلم الشرعي بينهما لم يصنع الحداد أو لم يصنع الحداد فقال أن الحضارة الإسلامية هو مصصر على هذا العبارة هي مثل العبارة الجمهورية الإسلامية يعني كيف سووها ما أعرف الإيرانيين الكتاب جمعه بين الجمهورية وبين الإسلامية الإسلام لا يعترف في جمهور الجمهور كلمة ماركسية لكن موضوع هذا كلمة ماركسية يسارية وهي تعني أنه الاهتمام والإنصاد إلى طلبات الجمهور الإسلام ما لا علاقة بالجمهور لا علاقة بالله لكن هم جمعوا وخبطوها مثل هذه الخبطة نفسها خبطة الجمهورية الإسلامية هي نفس الخبطة الحضارة الإسلامية فيقول أن الحضارة الإسلامية الصحيحة هي التي وجدت في القرون المفضلة وقت الصحابة والتابعين ويستمر يمكن توقفون الفيديو وشوفون وهؤلاء كتاب الله في أرضه هؤلاء هم الذين بلغوا من الدين والعلم والقوة غاية ليس وراءها من مطلع لناظر وهكذا ولا زيادة لمستزيد وهؤلاء هم الذين فتحوا البلدان وشيدوا الأركان ودانت لهم الأمم هي هذه الحضارة وتداعت لهم الشعوب بعلم أن الدين ما انتهجه السلف والعلم ما طلبوه وما سوى ذلك فلا خير فيه بالفصل الثاني تحدث عن علوم الدنيوية التي قيل أن المسلمين برعوا فيها قال هذه ما انتشرت وما يسمى بعلوم الأوائل إلا بوقت المؤمون وهذا إنسان خليفة شرير وما زال شر موجود أثره حتى هذا اليوم وذكر مقولة شيخ الإسلام يقصد ابن تيمية غفر الله له ورحمه أن الله لن يغفر عن المؤمون ما أدخله على المسلمين بترجمة تلك الكتب بيقصد كتب الفلاسفة اليونان أما عن ما يتعلق بألم الفلسفة فقال هو من بعد ضلاله وأيضا ما يتعلق بالكيميا قال هو أشد تحريبا من الربا وعن الألم الفلك قال جميع علماء الفلك هم الذين يفاخر بهم المحدثون هم منجمون كهان كالخوارزمي والطوسي وغيره الآن أتحدث عن بالحلقة القادمة أتحدث عن أن الدين هو عدو الحضارة ونصير التخلف رح أتكر أنماط التطور ما هو العلاقة بين تطور الديني والتطور الحضاري والتطور الإنساني ورح أقول بأنه كيف لنا أن نعزل الدين عن الحضارة ولماذا أطرح موضوع الحضارة وأعتبر موضوع مهم وأيضا رح أتحدث عن الدين منظومة احتكارية يعني هي تحتكر البشر وتستغلهم وتستثبرهم لصالحها بلا رأفة وبلا أي رحمة كما تدعي وأن لا توجد هناك أيضا إخلاق إسلامية ولا يوجد هناك علم ديني حقيقي ولا معمار ديني ولا توجد دولة دينية حقيقية وأن تعريف الحضارة أن هنا لا توجد حضارة سامية أو توحيدية على الإطلاق وأن ظهور الأجانة التوحدية كان إيذان بتدمير جميع أنواع الحضارات وكلنا نعرف منذ ظهور الدين المسيحي وقبل اليهودي سقطت الحضارات جميعا وما زالت تتساقط إلا في فترة قصيرة ظهرت في فترة العباسية بالقرن السابع والثامن الميلادي حتى أقصى نهاياتها بقت قرن العاشر الميلادي وانتهت إلى الأبد وهذا الأمر استمر والسبب هو الدين وهذا ليس بالنسبة من يناصر الحضارة ومنتجات الحضارة والألم والإنسان سيجد أن هذا الأمر سبه ليست في صالح الدين وأما من يناصر الدين كما رأينا عند الشيخ الفهد فهو يعتبر هذا شيء عظيم ومفخر للدين ويطالب على العكس بمتخلص من كل آثار الحضارة والفلسفة والعلم ومن يناصر الإنسان فهو بالضرورة يعادي الرحمن شكرا جزيلا واتمنى تكون متابعتكم إلي بالحلقة القادمة كنت ناوي أقدم الحلقة كاملة لكن الحلقة طويلة صارت اللقاء مع السلامة وأسمع كل الشوق لأن أسمع ملاحظاتكم ومشاركة الفيديو لكي يصل إلى أكثر عدد من الناس هذه أول مرة أطلبها والهدف أنه الناس تقرف هذه الآراء وترد عليها حتى أصحح مواقفه وكل استعداد لهذا الأمر بدون أي تردد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر